سلام الغزالات أميرتي الفنات اللي منوري لي الحياة نسمي الناس كنوا باخر مرحبا بكم كاملين في كيد نسا مع شهر زاد اليوم الغزالات غدي يكونوا معنا ثلاثة دي القصص اللولة هي اللي غد سمعوا دابا والثانية والثالثة بعد قليل ما غنزيش نتول عليكم كتار وغندخل مباشرة في القصة اللولة ديالنا اسمتي مريم واليوم ما جيت نعود لكم حكايتي ومجرى فيها وغدي مداليكم الحكاية ديالي طبعا من اللول ديالها أنا الزاد يتكبرت في واحد الأسرة لمتوسطة الحال الأب والأم ديالي وجوش بهم كنموط ضافين المهمتي في مجال ديال الصحة والأب ديالي في مجال ديال الأمن المهم كنا عيشين بيخير وعلى خير ما نقصنا حتى شي حاجة لللي كنحتاجوها كي يوفرها لنا وكنا بينا ثلاثة ديال الخوض جوش راري وأنا وست منهم بنز المهم كبرنا لأمور كاملة وكنا بيحاجة مساعة بينا لدتي بقالورياتي في الأول كنت ستجعلون لي بينا ولكن له نقطة ديال لي ما كانت دخلت إليه ومن منها كنت تظهر هذه الأمور كنتي مزيّانة أما عدوين أي بديت أحد البنت نحيوني وداخل السوق راسي بن لقد بكيس للمزيد لبناء الفرفارات الي يضاربون هنا و هنا ولا تضحك مع هذا أصلا كنت كان اعجام غير من الخيالي وكنت من المدرسة للمدرسة لا كانت لديها مع جميعين ولا القهائي والعلى والدوران ونخرج نطفل في داعنا وكي نحن قلق في المدرسة نهائياً لا نخرج منة نحن لغير المدرسة وعندما فرصابت موجود للحصول والذات التي كانت تسعي بها ل 있었ك التسعي بناد لفع突نة بالحق الوقت اللي وصلنا للباك انا يكن درت واحد لافاك وهي كندرت واحد لافاك اخرى في مدينة واحد اخرى كنت فارغت معها وكانت عندي واحد صديقة في لافاك هذيك العملول فش عرفت عليها سافي بقينا غادي نهاكاك تجي حجمها خصاني يديها في قرايتي الامر بقات غاديم زيانة مشاتي ايام و جاتي ايام البنات حتى كنت خديد الاجازة ديالي ام المراها كنت بغاة ندل الماستر غادي ندفع وغادي نتقبل في ماستر في واحد المدينة واحد اخرى واليدي في الول كانوا متردين وخيفين عليها بلا قياس حيث ما عمرني مباعدت عليهم ولكن في الاخر تشجعوا وقالوا ما دام البنت بغاة شوزقرة ما نعكسوش لها ايوال اب والام ديالي بجوج بيهم كانوا هزوا راسهم ومشوا معايا حتى وقفوا معايا وكراولية واحد الدار مع الابنات ويسترليا الامور كاملة ووصوا علي الناس والاب ديالي كانوا استصحابوا مهم عد كادوا رشعوا انا هذوك الابنات اللي كنت عيشة محاهم كانوا قبل من نيسا كنين تماما حينت هما كانوا قروا تماما اخذوا الايجازة ديالهم في نفس لافاك صافي بديت معاهم منهر الانهار بدنا كنت تعرفوا حتى ولينا صحابات ارى لكم في الوقت اللي تصحبت معاهم كنت عرفت ان هما عندهم وحد الكليكة ديالهم كانوا كيعمروا معاهم في لافاك منهم دريري وبنات في الول ما عجبنيش لحال وكنت كان خاف من هاد الهلاقات ولكن في التالي فاش تعاشرت معاهم بلقيتهم دريري زعم الله يأمرها دار مش هدوك الدريري الباسلين ولا مثلا يقيسك ولا هذيك الضحكو هذا فتئسة صافي بديت كنخرج معاهم هاكا مرة مرة كانوا قصرين حدا لافاك فاش ما كيكونوا عندنا ميدار كنا واحدين في شي حاجة كنا كيخدموا معنا دريري حين كانين شي دريري تماما كانوا صابقيننا بعام يعني كنا واحد وشنو مش يزعمة كلنا كنا كنقراوه في نفس القاسم المهم بقي نهاكاك أنا دريري كاملي بالنسبة لي كانوا أخوتي تشي واحد فيهم ما كنت حاسبه شي حاجة من غير أخ ويما ديندوز هدوك العامين ديالي غدين ناخد الماستر ديالي وغن نرجع في حالاتي العلاقة مع هدوك الدريري ومع هدوك البلاد سبقتي يعني غادية كنت أصلوا بضياتنا في التليفون عندنا الأستغرامات والفيسبوك كدير بعضياتنا كنت أقول في بعضياتنا اللي مثلا القلخة ماشي واحد كيدبر علي اللي القاسيستاش شي واحد كيدبر علي المهم بقيت هديك العلاقة بيناتنا وكانت علاقة اللي الزوينة بزاف ومبنية على الاحترام ماشي ذاك شي دين اللي بسالة ودسارة ومعما والحقائد والحسد مكاشي ذاك شي وكنا كان بغوله حقير لبعضياتنا وتقريبا كلنا كان عندنا واحد المستوى لي مزيان كانوا دريري كيقره مزيان وكانوا في حالي أنا متوسط يعني كل شي كان بغي يقرأ المهم أنا رجعت في حالاتي والأب ديالي هو لي كان مر مراها كاكيد يقلب لي على ستاجات كان دوي ستاج هنا وستاج هنا وفي نفس الوقت كانت فعل الخدمة المهم غدي يدوز واحد المدحة الواحد النهار غدي عايت ليه واحد الولد اسمي سوموراد هدي الولد كان معانا في الكليكا وهو كان كبر من نبع عام يعني العام اللي احنا كان عندنا السنة الاولى هو كان عنده السنة الثانية وهو كان ولد هديك المدينة اللي كنا كان قرأوا فيها المهم غدي عايت ليه غايقول ليه كديرها لبس عليك قال الحمدلله وهاد الولد كان عزيز عليها المهم قال يا شوفي أنا راني دفعت لواحد الشركة ما عندكم وراها هزوني باش ندوز لون تخز يعني غدي نزل النهار فلان فلاني احنا نشوفه شد تهلي فيه ولا لا قلت له سيدي مرحبا بيك غير جي ان شاء الله ما يكون على الخير المهم بقينا هكا في التليفون فدو كل يامات حتى النهار اللي كان غدي ينزل فيه كانت تصل بيه بالليل وطني اسمي الشركة وقال هي عفاك نأتي ليه قلت له شوف هتنزل وغات تاخد تاكسي مهم نعتلي دك شي بالتفاصيل كان دوز لون تخز ياند يالو كنا ندرنا باش نتغدو مجموعين فوق ديل الغضاء كنت هزيت راسي أنا وواحد البندس كانت ساكنة معنا ساكنة معايا في نفس المدينة ولكن تايقرت معنا هزينا راسنا وتلقينا معا دوزنا العشية كاملة المهم يتمنى طويل كان يكفر لانا نعطي لك الشركات الوقت لتلقيه مهم دوز النهار وكان نحفر كان نسع توقيت عليه ثم قلت لي قال له سوف نرى ما تخديم معي الرجل او لا كيف حب الخاطر ؟ قلت له ايه بغيتك تدبر لي على الكراه او لا تخوي لي راسك هنا لحد يومين سوف ننزل باش نقلب على الكراه بس ايه نبدأ قلت له ايه ان يكون ان شاء الله غير الخير قلت له انا رمكنا عن فحتي شي سمسار و لكن سوف نقوم باونس و اخويا و اذا لم نقوم باونس نخرج معك انا و اخويا مهم يكون خير قلت له ايه بغيت تكري و قال له ايه سوف ايه بغيته ولم يكن ترنسبور و لم يكن يقومون بها و من أهتم ذات يدفع بقلت له ايه و قال له ايه صعب يجب ان اهتمي لاني الخاص يتنفع يجب ان يكون خير. المهم هي هاديك. الاب ديري بدك يسوي المعارف دياله. فيما يلقوا شي حاجة يلقاوها بعيدة ولا الترونسبور ديالها معكس. وهو كان اكد لي القديد الترونسبور فعلا. المدينة اللي ساكن فيها كانت مدينة كبيرة. وإلا ما عندك شترونسبور نشان البلازة اللي غتبشي لها غير لي غتسمحني واحد سمحينا ديال الكلاب. سافي. بقى الاب ديالي كيقلب ما كان لقحت شي حاجة كنزل الولد. كان الاب ديالي قتلو را غادي ينزل. انا اصلا بباش د بتنظر بقى اللي قلت لي الشيخ الغدر لها قلت لي شوفي مجرد لها وده. كنت اكتشو معها. كنت عندها اعطل الاب ديالي لها. كان ندري قسر له في الطريق وقليل لها بعد اجل الجوار. فعلا اقدت قريب ان انه قسر منا. ونهاره مطال يخرج مع ابا ويخرج مع اخيه ونقلبه معه على الكرة ومن ثم رجعت علاقته مزيانة مع الاب ومع اخيه وانا كنت اتجاه معه عادي في الفيسبوك ومرة كنت اتجاه المهم ان اتجاه احد المدة حتى انا كنت اتجاه خدمه انتجاهيه وبدأت كم اطلاق مش اشقاله ثم جاء بعض الناس وقد قمت بصعد طبيعا فكتما كنت اقوم بالطبع حمد الى اوريسرات ويقول ان ايو وكسي وخاصصا اني انا فادوا يسكن كبير كنت ام المت كلي حجرها حجرة يعني ليس شيء واحد يديرها بها ببيهات بساطة ولا يلعب عليها كنت تقيلها و كان عارف كما كان لديه كل بس ديلي محترم تصرفات ديلي يعني ليس شيء غير كما كان يتقال و كانت نقص الاب بيلي كان يشوف هذا الشيء من خلال التصرفات ديلي و كان كتق فيه بسعف ففي الوقت كذلك كان قولنا خارجة مع الكليكا بقلي قولنا حلقة ما عارف اننا سنخرجه و بعد المرات يجب أن نقوم بخارج البلاسة فلان فلانية كنقول هالي كنقولو احنا غمشو لبلاصة فلان فلانية احنا غنقلسو في بلاصة فلان فلانية احنا هدي في بلاصة فلان فلانية وش حما مرة كنعيت الاب ديالي فاش كي وقع شي حاجة وكيف سرولينا دغية دغية المهم هي هديك بقينا هاكاك اليوم غدى اليوم غدحت الواحد النهار هادك السيموراد غاديجي وغاديجي وغاديجي يشوفي انا كنبغيك وكنستعليك انا مدام شفت باباك وشفت خوك ما نقدر ازامان تفلي عليك فبغيت نجيل الدار انا فاش قريديك الهدراس طمني ما غنقوش لكم انه مراد ما كي اجبني مراد زوين ولكن ما عمرني ما شفته كراجلي ما شفت نظره اخرى من غير هذه المهم هي هادي كنا كنا ناخده واحد الفترة اللي نتعرفها على بعضياتنا ونشوف واش انا غا نقدر لتحلي واش غا نشوفه بشو طريقة اللي ما غنحش بي انه صديق ديالي قدمه غا نحسس براسي اني كان بغيه بدينا كنتعرفه على بعضياتنا كتار بدينا كنتعرفوا المعلوم على بعضياتنا كتار ونهار على نهار بدينا كنتعالقوا ببعضياتنا المهم بقيناها كاك حتى ما نكدر بشي لكم بدينا كنا كانت سننا غير واحد المناسبة اللي غادي بشي فعه هو عند عائلته وهذه الساعة غا دوي معهم بسا في جيل دارنا بشكل رسمي المهم النهار اللي غادي ياخد الكونجي ديالي وغا يبشي عند عائلته وغا يفتح معهم الموضوع الاب دياله غا يكحر بلعمة والضلمة ومهم ستقولوا احقا محقا انا خاطب عليك واحد البنت من العائلة المهم هو قال لي اوه هذا الدرمة من احدشي حاجه ان البنت باغيها وباغي نزوج بيها وازدوا البنت رحها قارية واقية والاب دياله والاب دياله رحه شنو كيدير ومهمتها شنو كيدير وشنو كيدير يعني راح بنت ما فيها ما يتعب الاب دياله قال له شوف انا رك عارفنيم سيان شرك وولادي ما كيتزوجهو ش Linda من غير اللبنات ديال المنطاقة في حال متلا كنقولوا شلو كيتزوجش شلحو فيكي تزوج ريفية عروبي كي تزوج عروبية فاسي في حال هكا تباها عندو هاد الافكار امو قدلوا لا انا اللي نختار لك وكانت مختار مختار يا لي واحد خيتي المهم عيام هاهم كيقولون غير تعرفوا الى الناس تواحد فيهم مكان سمع لي وقالوا لي كلامنا هو لي غديم شيء ليك لسقوه لسيق باش في ذيك الاخطباء يختبوا ليه في ذيك اللعوت اللي يختبوا ليه بالحق هو ما كان شبها المهم كان رجع هاد شي كامل انا كنت سقط لي الخبار وما اجبني نجيش كنت كون قولوا اهاو دا باشنو كيقولوا يا ما تخافيش ان شاء الله يكون خير لابنا اللي اقلت هاليهم مرة اخرى انا ستدخلهم فكرة راسهم وانا من غيرك انتي انا ما غديش نزوج المهم في ذيك المدة بقيت انا ويازع مع هكا كف علاقة اه علاقة ما عمروا شوفوا ما عمروا ما قاسني ما عمروا ما حاداني كان نخرجوا اكتر ايا كنا كان خرجوا انجروب كان تحكو كان هدر انا ويا في التليفون كان نهضروف في الفيسبوك هكا ولكن يزعب بالشي قلل العليا الحياة ولما يزعب بالشي قل مثلا ما عمروا نهائيا المهم هي هذيك بقينا هكا كالبنات اليوم غدا اليوم غدا ومع عائلتو كانوا كنا شوية كيقولوا لي احقاوش ما تزوج كيقولوا بان نرى باغي واحد البنس كيقولوا لي هذيك لي ما تقولهاش لينا امو كانت كتقولوا لا انا دويس مع الناس الابديالو كيقول لها انا لي ما تدخلش الي بنت اه من هاد المنطقة ما تدخلهاش لي للدار اه انا خسكت تزوج بشو حدا من المنطقة دياننا انا هذي مهم وليدي كانوا مأكسي لي وخاقع ما شافوني في واحد نهار كانت تصويرها ديالي الخطو كانت حماقت عليا وكانت مشات ودوات مع ماما هورتت تصويرها وقالت لها انتي ابنيتها داخلتها وديرها الفولار شوف كيف شغزع لها زمان اشن المشكي لقالت لها همها تكون كيف ما بغت تكون انا ما تهمنيش انا خسني شي وحدة لي تكون كابرة علي الدينان كنوا نعرفو اصلها وفصلها ونعرفو كيف جدوزت طفولتها مشي شي وحدة لي تختر علينا من الزرقة المهم وليدي عكس وليت حكيتها ديالك لعب صافي السيد بقيت معاه اليوم غدا اليوم غدا الي حتى لا نستطيع اشعر لكم اشعر بها الشيكي طول ونحسر راسي في حلقة اخونا التقيقات الوليدية حينت لاب ديالي كان يقول لي خرجي لانه عارف انه مجرد صادق وعرفنا انه كان خرج مجموعين ولكن هذه الساعة كانت تغانيش وانت بعض المرات كانت تسلسل الخدمة كانت خرج اناوية يعني كانت انشي خراجات لحتشي واحد ما تتساق ليهم الخبر انا كنت تبرزت من هذا الناحية وحتى السيد كانت تبرزت حينت في هذا الوقت وانت تعليه العين بزاف وانت يجو فيه الخطاب وانت اتف وانت تحطوه امام الامر الواقع صحفي تما قال لي اشوف يكن ازاكن هنا وعيش حياتي ووقف على الرجلية والحمد لله ما نغسني حتى شي حاجة سنأتي ونخطبكم عن دباك ونبينا عليه الساهم والدية ما بغوا شي قبله وقضوا بالززع ليهم ماشي بخاطرهم انا ما كنش مصوقة وكان جالي الامر عادي كنت كان قول مادام الولد باغيني عائلتي ودبروا راتهم فعلا كان السيد قال لي ارا غادي نجن هالفلان فلاني انا كنستطرس مع الاب ديالي وقالوا رفلان غادي يجي الاب ديالي ما تصوقش كيز حبله غير غا يجي مجيه عادية لانه كان بعد المراز كيتلقى معاه كيدحكوا وياه المهم غادي بقى هاكاك حسن النهار للاب ديالي تنهار لسيد غادي يجيه ادنال الدار المهم سيد جاي مكسطر دار بالحلوة فيديه ومشمومة النوار واسكار مهم سيد جاي خاطب الاب ديالي كيف شوف هذا المنظر تصدم مهم استقبله السلام السلام قال لي شوف امي انا يدخلت من الباب وما بغي تزعمل شي حاجه لي ما تعيش بكش انا امي كان بغي بنتك للزواج انا مش حالي بغي نجيه ولكن كنت كان سنا مالين الدار يرضاه ومالين الدار ما بغاوش وكنعودوا المشكل بالضبط يعني قالوا انا الاب ديالي رغم ما بغيش حينت قال لك احقام احقا هو بغيش وحدة اللي تكون مثلا في حالنا يعني ياش الحايا ريفية يا فاسية مهم على حسب هم المنطقة انا مقدرش نقول المنطقة قال لي هم امي امتي بغت ليش وحدة من الهائلة الاب ديالي قال لي شوف اولدي انت ازيز علي يا الله يعمرها دار ويشرفني انني نزوجك ببنتي بالحق الزواج لما يردوش بي الوالدين ما دنا من ديرو به هذا السيد بقاك يقول له الله امي وانا يا عارف مصلحتي ووالدي اغنحتهم امام الامر الواقع قال لي شوفا والدي هاد الهضراء ممنح تشي حاشا انتو ما بغيش ندخلوا في زواج من الاساس ديالو بمشاكيل واش مين كوموا بين هادش يا والدي قالوا سمعني قالوا سير قنع والديك تقنعوا مرحبا ما تقنعوش ما عندي ماندي للك وإلا كانت بنتي مكتبة لك ردد دور وترجع ليك مكاش مكتبة لك روخة قاع موافق الامور ما غتي يصير شو هادش بغيش المهم السيد خرجوا من عندنا طالعني الدم وحتى نبقى في الحال كيف خروا السيد قلت لباه لاش حرام عليك قال لي شوفا بنتي قلت لي يا واش انت يا بغت زوجه ولا بغت دخولي في حرب قلت لي يا واش انت عند بالك الراجل غيبقى مخاسم مع عائلته دائما وعائلته اللي غاي تصالح معهم كيفاش بغتي يشوفك كيفاش بغيتهم يتعاملوا معها كنتي تزوج شي بولدهم بالارضاهم قل يسمعين يا بنتي الزواج اللي بالارضات الوالدين ما عندك مديري به واذا تحتزو شي بها السيد راحية كاملة ستعيش في المشاكل انا هاد الهضراء ما اعجبتني شو ما دخلت لي يا من ودن ما خرجت لي من ودن ولكن في نفس الوقت ما كان شي ممكن لي انني انا ساك لمبة المهم هي هادك بقيت انا وسيد فعلها قطم الابديري ولا رد معي البال وليس فيما كان قلو خارجين كيقول لي يا محامن وشكون ولينا كان قلو خارجي انويه حتى كيوقف علينا فاش كنقولو مثلا خارجي مع الكليكة حتى كيوقف علينا بعد مرات كنت 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 لت انويه مهم بغينا ولينا كان تخباو حرفيا انا كان بغي هو كيبغيني وكنا كانت ناول فاراش غديدو زيام سيد در جميع المحاولات باش عائلته ارضاوا على هادك الزواج ولكن عائلته كانوا معكسين وكانوا كيقولوا لي هلا خطوف هادك الوقت لادراني لابنات كاملين كانوا تعرفوا عليا وكاملين كانوا كيستطو عليا وكانت علاقتي معهم زيانة بحكم انهم كاملين بهم كانوا سباك الله قاريين وكانوا واعيين وراج الوقت ماشي شي وحدين اللي غنقول لكم من عرف كيف يفهموا بالعكس يعني كنا كانت لقا وكانتحكوه وكان هضرو حلاقتي بهم زيانة عارف اني مع أخوهم وليديه كانوا كيقولوا لي تب الراس كسير معاها خرج معاها شغلك هادك والحق الزواج غادي تزوج بشي وحده من المنطقة وشي وحده من العائلة من جبشينا البراني ودخله علينا المهم بقيت عنو هادك السيد في الحرب والقتال انا كنحاول اني ينقنع عائلتي باش يقبلو هادك الزواج بلا وليديه وهو كيحاول اقنع عائلته باش يجيوا يخطبوني من عند وليديه انا ويا كنا متفاهمين وكنه نهار لنهار وقلنا كان نبغوا بعضياتنا وخلاص الوقت لوالدينا ما كانوش موافقين سافيتمك انك ما كنت طوع لبعضياتنا انا ما بقيت كنشوف حتى شي واحد من غيره وهو ما بقى كيشوف حتى شي واحد من غيري هائلتي فاش كيشي فيه شي خاطيب ولو هما عارفين اني انا غدي نرفض حتى كنبغي فلاني يعني عارفيني اني كنبغي وليديه ما كان عندهم المشكير كانوك يقولوا لي غدي تصبري حتى النهار اللي قبلو وليدي وهديك الصحة مرحبا وحنا ما غديش ناكسوه ليك المهم بقينا هاكاك وداس قريبا نسأ شهور على النهار اللي جغطبني من عند ابا في واحد نهار ما عارض الشيء الليل الابديالي غدا هاته غايت تكوانسا المهم امتي بدتك تغوت دخلنا احنا يكن جارة وهزينا وطرنا بالسباتر فاش دخلوا وقالوا لي جلطة دماغية المهم دخلوا الابديالي داروا لي هاده كشير خاصهم يديروا وقالوا خرجوا عندنا وقالوا لما تفتاحوا ان شاء الله ما يكون خير راح صافي دخلناه للانعاش صافي الابديالي كانت ما على اساس ان رغدلي غدي صباح شوية حتى وما قالوا هاده 24 ساعة اللي ولا رغدي تكون زهمة هي مرحلة الخطأ ومن بعد غدي الابديال كتحصل الحالة ديالو الحمد لله انكم جبتوا بكري نتعلم بقى واقف معنا مهم ده وزن هذه الأكسل الليلة في السباتر المهم صباح الصباح الابديالي والاشوية الامور الحمد لله كانت خديم زيان كان بغينا نخرجوا هادهك النهار طبيب ديالو وقالوا لكي لقلز معنا هاك الشيامات حتى نتاقتوا من الوضع اي صحي ديالو حين الابديالي كان مريض كان عنده كان عنده القلب وعنده التونسيو عنده السكار المهم بقى نهاكا محاة تس هادهك النهار في الاشياء فوقتنا بشكل مراد. لقد انا وماما وقعت بى او تم استخدامنا شاخر مرد من الشيطان. كنا عارفون تأخذ الشيطان قواتي الكوارة لأفعالة الجنسية الأخرى ، فتحدث عن أخذ السبطة. لقد كانوا يتحدث عن الأشخاص للصفل وهم. ومما خذنا على السماء والمسلم على كل ما يحتاجه وممي جداً للمشاهدة نصبع تقديته.. وقفت وقفنا في الدار وقفت 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 عادي هذا هو جيد وقفت فقط.. وقفت عادي يقول له يتوقف.. وقفت 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 هكذا.. كان صغير وكان غوط. كان مراد هالتلافون شنو كين ما شنو كين. قال لي صبرهم امرأة الاب ديالي توفى الله يرحمه. المهم قول لي هم يجوب. قد تقديف هذيك الطموبيل ما طلعناها محتاش حاجة. طلعنا في الطموبيل ومشينا كنتجرة والسبيطار لقينا الاب ديالي صافي. الداو والتلاجة. مهم بكينا واجدبنا. جاءوا الناس العائلة. صاحب الاب ديالي في الخدمة هم اللي وقفوا معنا حتى خرجنا بباط خيلو. حنا بتلسة بينا كنا قارين. انا وخوتي وحتى ماما وماما هذيكي خدمتها. تلفنا في هذك الوقت ما بقينا عارفين اشنو نديرو كيفاش نتصرف وما بقينا عارفين حتى شي حاجة. المهم غادي تدخلوا الحباب هم اللي غادي وقفوا معنا. وهما اللي غادي رغاء الاجراءات. حنا كنا 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 نشوفو غير بعينينا. خرجنا من سماو ومشينا للدار. والجمعة العائلة والحباب مهم دوزنا لقنازة ديالبا. لقنازة اللي ما عمرها تنسى لها. ايو داس مدة والامور رجعت شوية كيف ما هي. بطينا او تني كن نحاول انت عايشوا مع الوضع. وما عندنا ما نديرو هاتشي اللي بغ الله. مراد معمور ما تخلع لي بالعكس كان دائما في جنبي. وكان دائما كي حاول انه يفرحني. كي حاول انه يسعدني. كان يحترمي الواحد درجة ما كيتصورش. وكانت علاقتي بي مزيانة. فذيك المدة ده المستحيل مع عائلته. بزعم يقنعهم بذك تزواج عائلته. كانوا يقولوا لي. هذي لي ما تبقى جبدلينا. وإلا كنت قد جبدها بلا ما تبقى جيدنا. باقي يقولوا السخط الرضاء. مو كذ ذلك ومثال. المهم هو ما معمرهم حتشفوني وكون غير شفوني. أنا وعائلتي ماشي مشكل. وكون غير عائلتي مثلا كانوا شماكرية ولا كانوا خيبين ولا حبيسيا. نقولك ماشي مشكل من حكم. بحقنا هائلتي كانوا هائلتي محترمة جدا. يا الأم ديالي. يا للأبدي لله يرحمون. ما بجوج بهم كانوا ناس لمتقفين قاريا خدامين ما نقسم حتى شي حاجة. المهم هي هاتك. مراد ولا كي يقول يا شوفي. حتى الامزن غمقوا هكا. احنا غدينو كنكبرو. احنا خسن زوجو. ما خسن زوجو. لقد كنت قلت له. شوف انا ما يمكن لياش. أني نزوج بيك. بلا الموافقة ديال ولي بيك. لانني كنت نشوف. الأبدي لي هكا كان بغي. فأنا ولد حط الهضرة ديالي. ديالي. هلقفوا في دنيا. المهم غدي نبقوا وجارين. اليوم غدا اليوم غدا. اليوم غدا مراد يطلع لي الدم. تكي قول يا شوفي. أنا كنفكر عن خويها ديالي. كان بغي مشي الكانادا شوية كان خرج من هذه الخدمات وتقبل في فحد الخدمة أخرى في فحد المدينة وأحد أخرى. أنا قلت له ربما يكون كيهرب مني بالعك مثلا فاتف بساطة من الميهنية كذلك فاتف اسفع الموضوع ثم اقوم بعمل حيات المكان ثم اقوم بخطاء مكان الديو ثم اقوم بعمل في العمل لن يهم الوضع إذا وقفت عليه لأي حاجة قلقه في السيد لا تستطيع ويقول لي لا أخير أنا لا أتزوج بحاجة أحد من غيرك وأنا أقول له أنا لا أتزوج بحاجة أحد من غيرك ونحن كنا متافقين على هذا الشي صافي يا هذيك أنا في ذلك المدة كانت في المكان عدر مع أمي كانت تقول لي وهم عائلة ومرضة وشبين الله يهنيهم ونحن نرى إنه يمتغط بغاية سنيه صافي لجاك والدنا الزوجي كانت تقول لأمي هذا الهضران ما تقول لي أنه ليس مشكلة سنيه حتى الوالدين يوافقه وهذه الساعة نزوج بها أما يقول لي أنه يكون أحد غيره هذي ما عمرها ما تكون أمي تمسكينا في الأول كانت مسان داني و لكنه يبدأ يطلع له الدم كان بلها كان كبر كبر و العوام كي طيره وحسب شي حاجة ما تحسنها تعائلته باقي معكسين الأب ديره باقي معكس حتى شي واحد فيهم ما بغي ديرتاويل صافي هي هذيك ابقي نجرين حتى ش هتلموا لتي كورونا وتما ما بقيت جعلنا الإمكانية أننا نشوفوا لأنه هو كان في المدينة وأنا كنت في المدينة و أحد أخرى هذيك المدة دير كورونا دا السعين الحذاب العليم عارضوا السيئة كان غادي يحمق لأنه هما حمروا مدس هذيك المدة طويلة و ما شافنيش فيها لدرجات أنه بعض المرات كان كي جي وخم مسموه شلي هجي جي 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 طراخ كاملة و يقولون احقابا مات احقابا احقابا نعرف شنو غير باش يشوفني و فاش كان يجي يشوفني واحد شوية و يضطر انه يرشى سافي بقينا هكاك حتى دخول شهر سبعة في شهر سبعة كانوا الحالة تطلعوا بساف و مهمتي هذيك الساعة مبقالي هوالو على الغدخات باش هورج من السبيطار المهم كانت كبرات في العمار و رؤيات وبدأ فيها المرض و أصلا مهمتي من المورة المدية أصلا عندها القلب وعندها مشكلة و كانت ضد علي سكار و عيات مهم في هذا الوقت كانت تقاسدت بكورونا المهم دخلوها السبيطار في الوضعية الليولة ديالها كانت الوضعية عادية شوية بدت تقزم شوية بدت هذا الريا ديالها بدت تتخنق فذيك الوقيته مهمتي في مكان كنا كمشيوا باش نشوفوها هكا كتضر معانا بتتليفون من الداخل و كذ قوينا شوفا ولداتي انا مغطيكم برضا في حالة السيدة كانت توادع معانا في حالة تحس براسها انها مبقى لها والو تغيب و فعلا ما كان منشها البنات يعني في الوقت اللي كانت كتضر معانا واحد تبعد سوية ثوية 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 السيدة غيبات ما بقيتش هاقلة و ردينها غير الاليات و هي كانت دائما كتقول لنا بخلال هذا الشي اللي كانت كتشوف كتقولنا كيف كي وصلوا انك كتوليت نفسي غير بالالات سافي يعني واحد سعين في المياه انا ما بقيتش غادي ترجعي لانك تكون رئيه ديالك يعني واحد سعين في المياه تضررات واحد ثمانين في المياه تضررات يعني صعيب باش انك ترجعي الحياة المهمية فاش وصلت لها ديك المرحلة وخاهية كانت دائما كتقولنا هاد لادراما كنا شمسيقين لانا لاخوتي بكينا و جدبنا و كنا غادي نحماقوه ما كملتش ها البنات حتا واحد ربع يام قادة الدم و الامانة امانت و كنا بغين تستاو مهم دوزنا العزة ديالها حتا شي واحد ما جال قضيكة مزيرة مهم أه جون الاقارب وانا شوية لذيال الخدمة مهمتش أماكو بص superstar لا نحت tough ليengine bbqSch متبوي و ادم frick لاذا ح civilization صغير معهم و اجلسится و ا защعي اللعقة لازل بقربة تحصيل ليسا هوا بالطبيق قمت لفرح ونشترى اولادك وانا اخوصك لا تهمني انتاى اخذك اخوصك شعور و اخوي الصغير كدير كدير فترى انا كنا ننشاهده لي كنت مرتاحة عليكم في الوقت اللي كانت معنا في التليفون كانت تهضر وكتوصي اخوتي عليها وكتوصي اخوتي عليها وكتوصي بشي واحدة بشوي المهم انا هاد شي كامل كنت رديتوا المراد وقلتوا انت السباب ووليدك هما السباب وانا هاد العلاقة ما بقى عندي منذر بها اصلا ما بقيتش بغنزوش دالي مستحيل باش يهضر معايا انا كنت قطعت عليه كل شي المهم بقيت قهالة في الدار اصلا في ذاك الوقيته كنت كان اخدم غير من الدار ما بقيت لك همشي للخدمة اصلا ما بقيتش بغنزوش دال واحد الفترة حتى ننهار لي اخويا كانت تسرعت لي الامور ومش تزوج به ذاك خيتي دي كان يبغيها ودار داروا ببوحده وانا بقيت تقنى ببوحده المهم دال واحد الفترة حتى نخدمة دينا ارجعوا وقالوا لنا خذكم تجيو وتبدوها كتخدموه في الشركة يعني غمدوا نخرجوا ونجيو وانا في ذاك الوقت وليد كان خروج وكانت جيحت الواحد النهار كان لقى مراد كي تسناني مراد كيف شافرين كان غادي يحمق وش انت بغي تسقطيني اوش انت بغي تحمقيني انا عيت سهول فيك اخوتك وانا او شو اخبارك قلت له ايش قلت له ايش كيف وانا انا انا لم يعيك ايش يكف سروع لكي وخافي قلت له ايش ايش لا هلا نبغيها انا لم ينبغي مقلت له ايش كيف اخطبني لي بتخطبك من عند وليدي ولم كان شعب لدي المشكل لاني من سوق الوالدي ونقتائي معهم العلاقه بسفى نهائية لكي ما بدأت نعم ونحن مباعت معها ومسابك لديك غزب لسخة الخط ليس قد سأذهب لدينا احضر بكثير فعلت بالتعليق لم أقبل أن أسدقاء العالم لقد قد قطت بالنحن أقوم بإغلاق وكنت بالنسبة لكم السلا وتقالوا بالنسالة هذا هو النبوية لقد قمت بإمكانك أن يشد معي ويزاوك حتى عيه ولم يريد أن نقوم بإمكانك حلات ذراسه ومشاهد أمامه وقال لقد قامت بإمكانك أن تخطبه لي والنهار الخطبة وقامت بإمكانك دكتوره في الستاتيوز حتى نرى أمامه ونمرض وفعلا نمرضت ولكن ما سيطلعه ما سويلت مهم خليته هكا قد يضبر راسه ونشغله هاداك لا نكذب لكم أنا من مورة مامة وليدي حتى نحس في الدنيا في حالا ما بقى تسوي حتى شي حاجه وحتى شي حاجه وليس كتسهز مني وعنه المهم ما دويت معا ما تكلمت دست واحد المدة وحتى نهار عاو ثاني اخر سنصدق الخبار على سيدة صافيه ستزوج أنا فسقط الخبار جعلت فيه العافية ما كدبت لكم كنت نحس بقلبي كيت شوى عارتو بذلك الحبس يطلع كان عندي واحد الفو كونت كنت تخلت بي بديت كنت تفرج في الستاتيو في اللايف لديل العائلة وقالتوا هاو مدينة اللي خطبها هاو مفرحانين كي وشدوا في تيافار هاو مهناها وملهي وفو واحد اللحظة كيبال يسيد لابس واحد جليل يبا في البياد وواحد المنظر شفتو شغم قلبي وحسيز بيك يخرج من بلاسه مهم فشفت هذا الشي بقيت غالب كي حتى هذا التليفون وصافي تسكيت كان قولي يا ربيدو زهد النهار باش مما تضله المهم بقيت هكا حتى ضربتش لحظاتي الليل حتى قد شوفت تليفون تليكي صوني كان طلقت بلين مرة ما عمرني ما شفتها من قبل في اللول ما كونش معاولة نجاوب خفت لي كونش واحد غير برشتني في مخي ولكن في التالي في الصونة وصونة 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 قلت ضروري ما خستين شاب تساوبيني غنجاو كنسمع الصوت انا ما كدبش عليكم كون شاهرة تيس كان غوض وكليك تزوض الشيلاش مع اي طليا اشنو بينو بينك قالي يشوف ان رشاد طريق ورجعت حلاتي انا رم خليليهم الزمر ديرهم كامل انا ما بغيش نتزوضش حاولت حاولت نزوج غير باش نساك ولكن رميهم كلياش خليليهم كل شي يعني هذيك النهار كانوا دين الخطباء والغدلي كان عندهم الارض وكان يعني فشفت الضروبة والدفوع كامل والعائلة كاملة مجموعة مهم خلي كل شي وكان جاء سافي فجا كن قالي يرا داروا لي خاسني نشوفك كل ما شفتكش غدين حماق انا فشوقع هاد الشي ما نقدمش عليكم كنت بغيت نشوفه مهم فش مشيت كعود لي يا قالي يشوفي انا يرا مشيت ودرت لهم خاطرهم ورح تيحت معها العقد ولكن ما قدرش نهائيا نكمل معها رح تتليفون ما عندي شديالها ما كان هذر معها ما كانت تكلم وانا دبا سافي غادي نرفع لانا غادي ندير اجراء ادي الاطلاق انا وليدي يسقطع لي بمرة وقالوا لي مادم شواتينا مع الناس ما بقعدنا ما نديرو بيك في اخطراء المهم كان نتصدع وما تصوقش لهذاك شي كامل وبدك يقولي انا كان بغي كنا مستحل نكون مع شي واحد اخرى واخذ عمان تيسقطع علي انا روخا قاع نمشي رمي ممكن ليش نعيش معها المهم بشوية بشوية حتى رجعت علاقتنا حتى ولك يقولي ايا كان بغي كنت سطع ليك دبا البنات ولك يقولي ايا شوف انا شنو غم قونت سناو سافي انتي وليدك بجوج بهم لكنهم عكسي الليك ماتوا وانا وليدي بنسبة لي راه ماتوا حتى هما رأس اختين عليا هو حاليا يطلق هذه السيدة اصلا درمها غرفة تختير العقد لانهما ما كان دخل بيها ما حتى شي حاجة اه سمح ليهم فكل شي ما ما بغي تشي حاجة يعني خوتو لك يهضر معهم بالطبيع على وليدي حتى وليدي يقارو الخوتو حتى هما ما يدويش معهم وهذا باك يقولي ينزوج وانا ما يكتبش لكم الهضراء دي البابا كان حاس برسيلة تزوج في حالا ما نديرش بكل مبا كان حاس برسيلة بقيت كنطول في هات الشي الحمر هادي غادي وكي يجري انا ما غاديش نقدر نزوج بوحد اخر جرم تشحل ممراجة وفيرخطة بزعما ناس لي اش غادي نقول لكم ناس زعما ما فيهم ما يتحب ولكن انا ما اخترش شفاش كان ديو مع اخوتي اخوتي كي يوريش غادي نقول لكم انتي بعقلك وديري ذاك شيري ريحك انا ما بقى الزماء ما غاديش نقول لكم عندي شي واحد لي انا غاديش نقول لي يا راسي اخوتي يبجوش بديورهم اه كانت لقى معاهم هاكا مرة مرة العائلة شغا نقول لكم كل شي داكش في الاحترام يعني ما غاديش نتعورت معاهم في امر في حال هاكا تلفت لبنات ديال بالصح لبنات صحباتي الكليكة اللي كنت معاها كل شي كي يقول يا تزوجي لاش انتي غا تبقى يزعما لاش انتي غا تبقى يزعما لاش تبقى عيشة في العادة بنتي و هادا كول الناس ها نحن و انا ازيموا حيث عن طرق يزعما معا بانتهم قبى يزعما لاش و انتي غا تبقى يزعما لاشي اخوتي بجوجي بهم مرة حتى نتزوج من الأب و الأم لا يكونون مرتاحين لذلك لا نعرف كيف سنشرح لكم ولكن أخبرنا الآن في المزعى لا نستطيع إخطاء هذه الخطوة سوف نتكر التطور لأنه لا يكون رديلية و الأن يجعل وردية لها لا نستطيع أن نقوم بها ماذا سيتم قرر بأن أخبره كيف سنكون حالة وردي ورديت بسببه كيف سنعيش معها؟ لا أعرف كيف نتصرف سوف نتفرق معه صعيبة حين تجربنا نتفرقه ولكن لم تقدرنا نتمنى انكم تنصحوني هنا سالة القصة مريم وموراد نتمنى منكم تجعلوا الاراء و التعليق لكم لذلك سوف يقرؤونكم و لا تنسوني من التعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة